سيد رامي السؤال اللي هو لسه علامة استفهام من المصر اللي هيبقى في جاز فيتوريا حتى هذه اللحظة يمكن فيه اسماء مرشحة كتير جدا طبعا منهم كابتن عدل مصطفى يمكن احد عداء مجلس ادارة اتحاد الكرة رشحه في محمد شاوقي موجود في الصورة يمكن محمد شاوقي يمكن تواصل معه احد عداء مجلس ادارة اتحاد الكرة قال خلاص انا خدت فرصتي في المنتخب الاول لو فيه فرصة في المنتخب الاولمي ما عنديش مشكلة خلاص من اثناء برضو المرشحة اللي موجودة في صحب سلطر صابي صفته لعف بن فيك البرتغالي وعلاقاته قوية جدا وعمل اسم كبير جدا ما كان بيلعف في بن فيك فاسمه مرشح من ضمن المرشحين ولكن في نقطة اصارها الاستاذ احمد حيث ان المدير فن الجديد اللي المنتخب اللي لابد ان يكون ببرتغالي حقيقة اكشف لك بعض الكواليس كده فيتوريا ما قاعد مع كابتن حازم اهميك كلمه في كل حاجة تخص الكرة المصرية ما تكلموش بس عن المنتخب الاول كلمه عن المنتخبات النشئين ومن ضمن الحاجات اللي طلبها فيتوريا ان قال انا اتمنى او طلب من كابتن حازم المدير الفني الجديد للمنتخب الاولمبي انا المفروض انا اللي رشحوا واعود مع او انتوا ترشحوا لعدد من المدربين او السيرة الزاتية للعدد من المدربين وانا اعود معهم واختارنا في الاخر ليه المنتخب القلومبي ده قال لك كابتن حاسم بالضبط كده قال للمنتخب القلومبي ده اللي هيلعب كاس علم معي هيبقى بالقامل الأساسي بتاعك في 2026 هيبقى من المنتخب القلومبي وطلب كده بالفعل ولكن كابتن محمد باركات يمكن وصل التفاوض مع باترس بومل عرض يمكن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة جدا كان فيه في بداية المفاوضات كان فيه تحفظ كبير من باترس بومل ولكن بعد كده وافق وافق بعد إن كان ضغوط من كابتن محمد باركات وعرض إنه يحصل على 80 ألف يورو شهريا ومعاه 3 مساعدين والمساعدين دولت منهم مدرب حراس مرمى وده يدينا مؤشر تاني أو اللي خلاص كابتن عصام الحضري لو باترس بومل جيه بنسبة 99% خلاص أو 100% خارج المنتخب القلومبي يمكن بعد الترشحات أو استقطاب أو استحاب باتر فيتوريا لمدرب حراس مرمى أحد أعضاء مجلس إدارة تحاد الكورة أو كابتن حزم إمام وعد الكابتن عصام الحضري إنه هو ممكن يكون متواجد في المنتخب القلومبي ولكن باترس بومل لوجه أو يمكن الفاوضات حتى هذه اللحظة المفاوضات متقدمة جدا فيه بكرة اتصال أو زوم هيحصل مع اتحاد الكورة من باترس بومل هو وفقه على بعض الشروط يعني وفقه على بعض الشروط ولكن فيه بعض البنود اختلفوا حواليها بكرة فيه جلسة زوم ما بين اتحاد الكورة وما بين باترس بومل لو اتفقوا على بعض الشروط أو بعض المنت أعتقد أنه هو الأقرب حتى هذه اللحظة وارد جدا أنه فيه كلام كتير جدا حتى كابتن حازم قال قال لو ما تعقدناش مع مدير فني أجنبي قوي ولو اسمه وارد جدا أن نروح على مدير فني وطني من أسماء المرشحة كانت مرشحة مؤخرا كابتن طريق العشري وفيه كابتن مؤمن سليمان دولت أقرب حتى هذه اللحظة لو في حالة الفشل في التعاقب محمد شاوء حتى هذه اللحظة لسه الأمور بالنسبة له معلقة يعني فيه ناس معه وفيه ناس ضده وفيه ناس بعودزة داخل مجلس الدارة تحت الكورة أنهم يدوا الفرصة لبعض الوجوه الجديدة الفترة اللي جاي فيه منصب بقى يعني برضو عشان نقطة منساش فيه منصب مهم جدا المنصب مدير المنتخب خلاص اتفقوا أو استقروا على عادة هذا المنصب مين المرشح ممكن دي أول مرأة معلومة بقى أكتر أكتر الناس قريبة لتولي هذه المنصب حتى هذه اللحظة حسام الزينتي شايفين أنه شايفينه أنه حد ما يختلفش عليه الدارية الناجح جدا كالرئيس لانجلت المسابقات مفيش خلاف عليه واللي رشحه أحد أعضاء مجلس الدارة تحت الكورة وده وارد جدا هتسمع الاسم ده خلال الفترة اللي جاي من ضمن الأسماء المرشحة وحتى هذه اللحظة هو أقرب لتولي منصب المدير المنتخب شايفين اللعيبة اللي كانت موجودة في الفترة الأخيرة لتولي هذا المنصب ما كانش نكحين حتى في مشاكل حتى في الفترة الأخيرة يمكن مع كابتن أب جلال ما كانش موجود مدير المنتخب ففضلوا قالوا لا خلاص احنا نتعاقد لو أنجيب حد مدير المنتخب يبع عنده خبرات إدارية كبيرة فأكتر اسم مرشحة تازي اللحظة أقرب هو حسام الزينتي